عم تبحثوا على حساب مصرفة زكية بساعتكم انه تستلموا فلوس بعمولات مختلفة وتدفعوا لأماكن مختلفة أشخاص مختلفة كمان بعمولات مختلفة بطريقة سريعة زكية ومناسبة لأي شخص بتعامل بالتجارة الإلكترونية بهيدا الفيديو رح نحكي عن بيونير خلينا نبلش أهلا وسهلا فيكن مرة تانية بالقناة إذا أنتم تابعيننا ومتابعين الفيديويات بتعرفوا أنه عادة وأغلبا نحكي عن أمازون والتجارة الإلكترونية بمنطقة شرق الأوسط ولكن ممكن ما تكونوا عارفين أنه أنا البراند أمباسدور لشركة بيونير بمنطقة شرق الأوسط ما يعني أنه أنا بحب خبركم أكتر عن بيونير لأنه بشوفوا حل مناسب لأي شخص ببيع أونلاين وتحديدا على أمازون أو بأي تجارة إلكترونية بيونير منه بنك محدد فقط للأشخاص اللي بتبيع أونلاين ولكن مناسب وهلأ رح تكتشفوا لا بهيدا الفيديو ممكن تكونوا سامعين عن بيونير ولكن الشي اللي بدي فرجيكم ياه بدي غوص أكتر بالتفاصيل داخل حساب بيونير شو أن الأمور يلي فيكن تكتشفوها وكيف فيكن تستخدموا حساب بيونير أما إذا بتكون تعرفوا أكتر كيف تبدأوا برحلتكم كيف تفتحوا حساب بيونير رح تلاقوا كل التفاصيل بفيديو سابق أنا عملته بسندوق الوصف بأسفل هيدا الفيديو ولكن هلأ خليني أحكيكم أكتر عن خصائص وأمور مختلفة موجودة بيونير رقم واحد استلام الفلوس أو get paid بيونير بيعطينا خيارات مختلفة لحتى نقدر نستلم فلوسنا بخيارات مختلفة خليني ترجيكم هيدا صفحة الget paid داخل هيدا الصفحة رح نقدر أنه نستلم فلوس وأموال من أشخاص تانين أولا مثل ما لحظته هون فيما يعرف بrequest payment بهيدا الطريقة منقدر أنه نبعث رابط لشخص أنه هو يدفع لنا مباشرة على حسابنا على بيونير إذا شي مرة وصلتوا لمحل ومعرفتوا شو التفاصيل فيكن فقط تكبسوا على الinformation icon بيعطيكم معلومات أكتر عن شو يعني request payment خلينا نكبس لحتى توصلوا لهيدا الصفحة يلي بتقلكم you're all set وفيكن تعملوا request payment بيونير رح يطلب تفاصيل أكتر عنكن أنتو وعن البزنس تبعكن أو حتى إذا كنتو كفرد شوي معلومات أكتر لحتى يقرر إذا أنتو مناسبين أنه تبعتوا طلب لشخص أنه يعني مثل online invoice لحتى الشخص يتفع لكم تفاصيل بسيطة جدا طبعا إذا كنتو أنتو بي بزنس وعنكن شغل رح تقدروا تقدموه للتفاصيل خلينا نكبس على request payment فكرة request payment هي أنه نحط تفاصيل الشخص يلي بدنا نطلب منه الفلوس معينة لممكن بزنس نكون نحن عين لنا منحط الإيميل اسم الشخص أو اسم الشركة وحتى إذا ما كان موجود عنا بالسيستم يعني نحن مش طالبين منه فلوس قبل أو مش دافعين لو من قبل نكبس add new payer ومنحط التفاصيل تبع الشخص من بعدها منحط payment details هلي ترى company individual التفاصيل عن كل المعلومات ومن بعد ما نكبس next تاني مرحلة أو تالت مرحلة يلي هي payment details منحط تفاصيل payment يلي نحن بحاجر إليه description وقع متى بدنا إياها طبعا بيبين اسم الشخص يلي هو حسابكم نعمل next وإذا في documents فينا to attach the documents ومن بعدها منكبس request payment ومن بعد ما نكبس request payment التفاصيل كلها بتوصل لعند الشخص بالإيميل الخاص لإيميل هلأ إذا منرجع كمان على صفحة get paid بتشوفوا إنه في شيء اسمه receiving accounts إذا منكبس على receiving accounts منشوف الأكاونتس اللي حاليا موجودين بحسابي بPayoneer بPayoneer بحق لكم تفتحوا أبطوا 10 accounts بمالتبل نوعية أكاونتس يعني مثلا أنا عندي هوني أكاونت بالGBP وعندي أكاونت بالUSD ولكن فيني أعمل request وأطلب حسابات أخرى ممكن تكون باليورو أو غيره مثلا أحد الأمور الموجودة هلأ متاحة لحسابي هي إنه أطلب حساب باليورو طلبت كل التفاصيل رح أكبس submit requests ومن بعد they will verify my details وبيخبروني whether or not فيه يكون عندي حساب باليورو إذا بتشوفوا كل الحسابات فيها نفس التفاصيل اللي عادة موجودة بأي حساب مصرفي آخر خلينا نكبس مثلا على هيدا الحساب مثل ما بتلاحظوا كل التفاصيل اللي أنتوا عادة بحاجة لإلى لحتى تبعتوها لأي شخص أو لحتى تحطوها بأي مكان مثلا داخل أمازون لحتى تقدروا تستلموا الفلوس تبعكم نفس التفاصيل اللي بتعطيكم إيهون اللي بيعطيكم إيهون أي بنك anyways this is a bank اللي هو first century bank هيدا حسابي بأمريكا أما حسابي باليوكي فهو تحت barclays bank وكمان بيعطيني كل التفاصيل أما إذا كان بدي إنه تلينك هيدا الحساب بmarket place مثل أمازون بكبس التفاصيل هون وطبعا فيه أمور إضافية رقم 2 bank accounts أو حسابات مصرفية Payoneer صحيح إنه هو bank online ويمكن ما في مكان إنه ندخل عليه مثل ما بيكون البنك المعتاد ولكن هو بيخولنا إنه يكون عنا حسابات مصرفية بعمولات مختلفة لحتى نقدر نستخدمها بطريقة معتادة خليني فرجيكم وصلنا إلى المرحلة الثانية يلي هي bank accounts إذا بتلاعظوا هون عنا ثلاثة خيارات موجودين قدامنا أول خيار هنه bank accounts for withdrawal هوني عادة نحن فلوسي اللي استلمناها داخل حسابنا على Payoneer بدنا نرسلها للبنوك الخاصة فينا هوني مندخل حساباتنا ووين ما كانوا حول العالم هوني عم نقول لPayoneer إنه هوني هنه البنك تبعنا واتا أنا استلم فلوس معيني بدي أبعثون مثلا على هيدا البنك المنمم withdrawal هو عادة لا يقل عن 50 دولار لحتى يقدر أبعث مصاري وفلوس على أي حساب بط أما الأبشن الثالث يلي هو recipient bank accounts إذا كان في شخص أنا بدي أتفعله من حسابي من Payoneer على حساب مصرفي خاص فيه طبعا هيدا الشي في your charges لأنه أنا عم بحول من Payoneer على مصرف خاص هوني بفوت وتدخل كل تفاصيل حسابه للشخص من بعد ما Payoneer بيعمل verification بيقرر إنه أنا فيني أبعث الفلوس أما الأبشن الثالث فهو receiving accounts هن الحسابات اللي شفناهن قبل بشوي يلي هو الحسابات المصرفية يلي Payoneer بيعطيني إياهن كبسنا على أول خيار وهوني بيطلع لي two options أولا عم بيبين عني my accounts أو your accounts هو لي حساباتي أنا الشخصية وفيني زيد up to 15 حساب لحتى أقول لأ Payoneer هنا أنا بدي withdraw بدي أبعث فلوسي أنا بدي داخل Payoneer على حساباتي المصرفية الخاصة فيي هوني بحط كل التفاصيل أما recipient accounts هو الخيار الثالث اللي حكينا عنه وPayoneer بيخلينا نزيد up to 250 recipient شخص نقدر إنه نبعتلي طبعا رقم ثلاثة هو how to pay أو دفع Payoneer بيعطينا الحرية لحتى نقدر ندفع الفلوس اللي موجودة بحساب Payoneer لخيارات مختلفة أو فينا نعمل له withdrawal لحتى تجي على حسابنا نحن الشخصي أو فينا ندفع لحساب شخص already عنده حساب Payoneer أو طبعا فينا ندفع لحساب مصرفة لأي شخص آخر طبعا بعمولات مختلفة وفتنا على المانيو يلي اسمه pay أولا مثل ما بتلعزه هون ويلي هي أنسب طريقة هو إنكن تدفعه لشخص يكون عنده حساب Payoneer أصلا لأنه هيدا الدفعة وهيدا التحوير رح يكون مجاني مية بالمية تندفع من حساب Payoneer على حساب Payoneer آخر ما فيه أي تكلفة لذلك إذا كنتوا عم تتعاملوا مع شخص بشكل دائم أفضل إنكن تطلبوا من الشخص إنه يفتح حساب Payoneer تانيا هون إذا بدنا نبعد فلوس لعند حساب مصرفة لأي شخص متل ما بتلاعزه فينا نكبس فوق لحتى نفوت على التفاصيل الأردي موجودة وفينا نكبس تحت إذا كنا By Any Chance بدنا نزيد شخص جديد هلأ أهم نقطتين كمان هي إذا بتكن تعملوا Batch Payments يعني بتكن تبعته لـ Multiple Accounts فيكن تعملوا هيدا الشيء إن كان Payoneer وإن كان مصاريف إذا بتكن تدفعوا Invoices للإعلانات طبع أمازون فيكن تعملوا هيدا الشيء لأنه أمازون بيخولكم إنه تصرفوا فلوس الإعلانات أو من بطاقتكم الخاصة أو من المبيعات اللي بتعملوها على أمازون أو فيكنوا تحطوا هون Payoneer وإذا كنتوا بأي بلد بيخولكم أو مفروض عليكم إنه تدفعوا VAT فيكن تدفعوا VAT تبعكم مباشرة من Payoneer لذلك Payoneer معمول بطريقة زكية جدا للأشخاص يلي بدأت تستلم فلوس مثلا من أمازون وتعمل مبيعات للأشخاص يلي بيتعاملوا معها ممكن يكون حدا عم بيساعدكم باللستنجز تبعكم على أمازون أو أي شخص بتلاقوا مخول إنه يساعدكم ونقطة رقم أربعة Payoneer cards أو بطاقات مصرفية Payoneer بيعطينا الخيار إنه يكون عندنا بطاقات مصرفية مثل أي مصرف آخر خلينا نشوف وآخر شي ونقطة كتير مهمة حبيت فرجيكم إياها هي اللي هي Payoneer cards cards يعني cards مثل كارت المصرفة بيقدم لكم إياها Payoneer هيدا الكارت ممكن يكون virtual يعني digital card ما نكون مضطرين إنه تستلموا البطاقة وممكن يكون بطاقة إذا بتكون إياها digital والموضوع بيكون أسرع بكتير أكيد خلينا نكبس على order card مثل ما لاحظته once بدنا to order a card إذا كان a virtual card إذا عم تستخدموا هيدا الكارت أونلاين لكن أنتو مش بحاجة لبطاقة فعلية فيكن تطلبوها مباشرة وتبلشوا باستخدامها أما إذا كان بدكن ال physical card طبعا رح يتوصل بدو shipping وبدو يتوصلوا فيكن تستخدموه إذا كنتو عم تشتروا منتجات داخل متجر أو إذا كنتو بتكون تستخدموه لل ATM تعاوا نكبس virtual card متل ما بتتذكروا أنا عندي ثلاثة حسابات يورو، يو اس دي و جي بي بي رح أكبس على اليو اس دي نكبس على order card متل ما بتشوفوا بيونير عم يعمل review بخلال ثلاثة أيام عملية ممكن إنو بيجاوبني ويقلي إذا الكارد صار جاهز أو إذا في أي مشكلة Once الكارد بيصير معي I need to activate it ودغري ببلش استخدموه هالقد الموضوع بسيط طبعا فتح حساب على بيونير هو مجاني فيكن تلاقوا الرابط الخاص ببيونير الخاص فيي أنا موجود بسندوق الوصف بأسفل هيدا الفيديو بيعطيكن بونس صغير على حسابكن على بيونير أنا بشوفكم بفيديو جديد مع معلومات جديدة باي